اهلا بكم في قناة احمد ستوري قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 2039 في الفترة اللي التعداد السكاني بيكون فيها مرتفع جدا جدا وده بيكون من سبب كبير في ان الموارد البشرية على مستوى العالم بتقل بطريقة رهيبة جدا والعالم كله بيكون عارف ان كلها فترة بسيطة والبشرية هتنقارد تماما فبتقرر الامم المتحدة تطبق النظام تخفيض الكسافة السكانية لكل دولة بنسبة خمسة في المية اما امريكا فبتعلن انها تطبق نظام اسمه نظام التقليص والنظام ده بيكون عبارة عن امتحانات صعبة جدا بتحدد نسبة زكاء الطلاب واللي بيسقط منهم في الامتحان للأسف بيتحكم عليه بالاعدام وبيموت كمان عن طريق حقنه بمادة كيميائية مميتة وبنشوف بنت اسمها لينا بتذاكر لطالب في المدرسة اسمه سايمون علشان تأهله لاختبارات التقليص وبتحاول لنا تشرح له المعادلات الكيميائية علشان يقدر يحلها في اختبارات التقليص ولكن للأسف سايمون بيفشل فبتدي له عدسة رقمية يلبسها في الامتحان علشان يشوف بيها الاجابات ويقدر ينجح في نفس الوقت ده بنشوف طالب اسمه بيليك وهو بيتسحب من البيت علشان يخرج يقابل بنت اسمها لي مستنياه برة في العربية وبنعرف ان البنت دي تبقى حبيبته وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض عن اختبارات التقليص اللي هتبدأ من بكرة وإلي بتكون قلانة جدا ولكن بيليك بيطمنها وبيأكد لها انها تنجح وفجأة بيجي حارس من حراس دين ابو بيليك وبياخده لابو في المكتب وهناك دين بيكون متضايق جدا من بيليك لانه بيخرج من البيت في اليوم اللي المفروض يستعدي فيه الامتحان بكرة وبينصحوا كمان يبعد عن إلي لانها تكون السبب في فشله في الامتحان ولكن بيليك مش بيهتم بكلامه وبيكون شايف ان ابوه شخص اناني جدا ومش بيفكر غير في نفسه خصوصا لانه عمد تكسس وبيرتب كمان علشان يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية وتاني يوم الصبح بنشوف مجموعة كبيرة من الطلبة اللي وقفينه قدام الجامعة علشان معاد الامتحان وقبل ما بيدخلوا الحراس بيفتشوهم كويس جدا وبيطلب بلك من لينا تديله عدسة رقمية من عدساتها علشان يعرف يغش في الامتحان ولكن لينا بتفهمه انها مش معاها اي عدسات تانية وبتقاف مع كيلن صادقها في الطبور وبتستنى دورهم في التفتيش وفجأة واحد من الامن بيقفشه طالب وهو كاتب اجابات الاسئلة اللي هيمتعن فيها على دراعه وبيحاول الطالب انه يهرب منهم ولكن افراد الامن بيقضوا عليه علشان يدموه حسب قوانينهم وبعد اللي حصل مفيش حد من الطلاب بيقدر يغش او يتكلم وكلهم بيكونوا خايفين جدا لاحسن يحصل فيهم نفس اللي حصل مع زميلهم وبمجرد ما بيدخلوا الامتحان بيبدأ وبيبقى مدته ساعتين والطلاب كلهم بيحاولوا يحلوا المسائل صحة علشان ينجحوا وبيكونوا متوطرين جدا لان الامتحان مدته ساعتين اتنين بس ودي تعتبر مدة قليلة جدا لان الاسئلة بتكون صعبة جدا ومحتاجة وقت يفكروا فيه وفي اول نص ساعة من الوقت بتقدر لنا تحل الامتحان كله اما كيلن صديقها فبيكون مش عارف يحل اي حاجة وشايف ان الامتحان صعب جدا وبيكون حاسس انه هيتحكم عليه بالاعدام لانه يسقط وبمجرد ما الطلاب بيخلصوا الامتحان بيتصحح فوقتها وبيبدأ المسئولين يعلنوا نتيجة وبيقولوا كمان اسماء الطلاب اللي فشلت في حال الامتحان علشان يترحلوا لقودة العقاب وساعتها باقي الطلاب بيكونوا مرعوبين جدا وخايفين علشان اسميهم ممكن تتنادى في اي وقت وبعد ما اعلن نتيجة بينتهي الحراس بيقربوا من الطلاب اللي فشلوا في الامتحان وبيقبضوا عليهم بالقوة وبيحاولوا الطلاب ان هم يهربوا ولكن ما بيقدروش بسبب شدة الحراس اللي هناك وبعد ما بيعلن نتيجة بنعرف ان بيليك وإلي ولينا وكيلن ضمن الطلاب اللي نجحوا في اختبارات التقليص ولكن فجأة الحراس بينادوا على اسم إلي وبيقولوا كمان انها من الطلاب اللي فشلوا في الامتحان وبمجرد ما إلي بتسمع اسمها بيتترعب جدا وبعد كده بيجي الامن وبيبض عليها وبيرحلوها كمان لغرفة الاقاب فبيتصل بيليك بسرعة على دين والده وبيطلب منه يزور نتيجة إلي وينقذها من اللي هيحصل فيها بما انه عمد التكسس ولكن دين بيرفض يسعدها وبيفاهم بيليك ان القوانين بتتطبق على كل الطلاب وبيقفل فوشه فبيتعصب بيليك من كلامه وبيجري بسرعة على غرفة الاقاب علشان ينقذ إلي من حكم الأدام وبيفضل يضرب في أفراد الأمن علشان يدي فرصة لإلي تهرب منهم ولكن للأسف أفراد الأمن بيكونوا أقوى منه وبيضربوه وبيقبضوا على إلي وبعد ما بيعدي سنة على اليوم ده وبيكون فاضل 24 بس على الامتحانات السنة دي بيكون في طلاب مستجدين للنظام ومنهم كورين أخت لينا الصغيرة وفي الوقت اللي لينا قعد فيه مع كورين الباب بيخبط وبتدخل بيرش المعلمة بتاعتهم وبنفهم إن هي اللي بتساعد لينا وكورين في كل حاجة من يوم وفاة والدتهم وبتحاول بقدر الإمكان تعوضهم على كل حاجة نقصهم أما لينا فبتكون قلانة جدا على كورين وخايفة لحسا تفشل في اختبرات السنة دي ويتم الحكم عليها بالإعدام في نفس الوقت بيكون بيلك في قطه وبيسجل فيديو لأبوه بيقول فيه إنه هيسقط نفسه في الامتحان السنة دي علشان ينتقم لإلي وتاني يوم الصبح بتودي لنا كورين الحضانة بتاعتها وفي الحضانة بيشغلوا كارتون للأطفال وبيعرفوهم المشاكل البشرية اللي كوكب الأرض بيمر بيها في الفترة دي علشان يعني يكونوا فاهمين المشاكل اللي بيعانوا منها زي الزيادة السكانية وبيقولولهم كمان القوانين اللي كل دولة طبقتها علشان تقلل من كسفتها السكانية وإن فيه قوانين تانية كتيرة زي مثلا إن أي اتنين متجاوزين مسموح لهم يخلفوا الطفل لواحد بس ولو خلفوا أكتر من كده بيتم إعدامهم كلهم ده غير الدول اللي بتقدم كبار السن لأنهم بيستهلكوا كتير جدا من الموارد البشرية على عكس إن هم كمان مش بيقدموا حاجة تخدم البلد وبيفاهمهم إن أمريكا طبقت قوانين مختلفة زي الإختبارات اللي بيعملوها للطلاب علشان يقدموا الطلبة الفشلة ويسيبوا بس الطلاب الأزكياء والقوانين دي بتتنفذ على كل الطلاب حتى اللي في الحضانة وهدفهم إنهم يخلصوا من الطلاب الفشلين ويسيبوا الطلاب الأزكياء بس هم اللي عايشين ولما بييجي معادة الامتحان بتخرج المدرسة اللي بتدرس للأطفال من الحضانة وهي متضايقة جدا علشان بتكون خايفة على الأطفال اللي ممكن يفشلوا في الامتحان من اللي هيحصل لهم ولما نتيجة بتبين كورين بتفرح جدا لإنها نكحت في الاختبار وده طبعا لإن لينا كانت بتذكر لها أما لينا فبتكون هي كمان في الامتحان مع كيلن صديقها وبيليك بقى بيسقط نفسه زي ما قال بالضبط ولكن لما ماديسون بيبلغ دين بنتيجة ابنه بيتعصب جدا لإنه خايف على بيليك وعارف كمان إنه هيتعدم بسبب درجاته الوحشة فبيطلع تليفونه بسرعة وبيتصل على مايسون المسؤول عن الامتحانات وبيطلب منه يبدل درجات بيليك مع أي حد من الطلاب اللي ناجحوا في الامتحان علشان ينقذوا من الأعدام وبالفعل بيبدل مايسون درجات بيليك ولكن مع لينا علشان جابت درجة كويسة ولما الحراس بيعلنوا عن نتيجة الطلاب لينا بتتصدم جدا من درجاتها وبتكون متأكدة إن في حاجة غلط حصلت لإن دي مش درجاتها أما باقي الطلاب فبيكونوا برضو مستغربين إزاي لينا تيجيب الدرجة دي وده لإنها أشطر واحدة فيهم وبييجي حراس الأمن وبيقبضوا عليها فبتحاول بيرش تدافع عنها وبتفاهمهم إنها شطرة ولكن للأسف كلامها مش بيعمل حاجة لإن الدرجات مستحيل تتغير وهنا بيرش بتديها بطاقة دخول تقدر تفتح بيها الباب وتهرب من الجامعة في الوقت اللي تقدر تعمل فيه كده في نفس الوقت بيليك هو كمان بيكون مصدوم ومش فاهم هو إزاي نجح في الامتحان وهو محلش حاجة أما الطلاب اللي نجحوا في الامتحان بيكونوا فرحانين جدا وبالليل بيطلع دين أبو بيليك في التلفزيون وبيعلن كمان إنه بيرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية السنادي وبيطلب بينهم كمان يدعموه في الانتخابات وبيفتخر كمان بالأساليب اللي بيقللوا بيها الزيادة السكانية ده غير كمان إن أمريكا هي الدولة الوحيدة اللي تفوقت على كل دول العالم في التعليم وكمان نسبة حدوث الجرائم قلت بنسبة ستة وعشرين في المية في الفترة الأخيرة وفي الحفلة بيليك بيشوف أبو في التلفزيون وبيفتكر اللي حصل معه في النتيجة النهاردة فبيتسهب بسرعة من الحفلة وبيروح على الجامعة وهناك بيدرب حارس الأمن وبيقدر يدخل بسهولة لغرفة المرأبة أما باقي الحراس فبيكونوا مع لينة وزميلها اللي فشلوا في الامتحان وبيجبروهم يغيروا هدومهم ويلبسوا هدوم معقمة وبعدها بياخدوهم على الأوضة اللي هيتعدموا فيها وبيجهزوا المواد اللي هيحقنهم بيها وفجأة بيليك بيقطع عنهم الكهرباء فبينتزوا الطلاب الفرصة دي وبيحاول يهربوا من الحراس بسرعة ولكن للأسف كلهم بيأفشلوا والحراس بيقبضوا عليهم معادة لينة هي الوحيدة اللي قدرت تهرب منهم وده لأنها استخدمت البطاقة اللي بيرش ادتها لها وبعد شوية بيوصل ميصن لغرفة الإعدام علشان يتأكد أن الطلاب كلهم موجودين ومحدش هرب ولكن لما بيراجوا العدد بيعرفوا أن لينة بس هي اللي هربت فبيبدوا يدوروا عليها وفي الوقت ده بيليك بيوصل لينة وبيساعدها تهرب من الحراس وبعد كده بيتكلموا مع بعض عن التزوير اللي حصل في النتيجة ولينة بتكون متأكدة أن دي مش نتيجتها وطبعا بيليك بيكون عارف الحقيقة وبعدها هما الاتنين بيدخلوا من فتحة التهوية وبيمشوا ورا الأسلاك اللي بتوصل للمقار الرئيسي للأوضة اللي فيها كل حاجة تخص النتيجة وده طبعا علشان يقدروا يفتعوا الكمبيوتر اللي عليه النتائج الحقيقية أما حراس الجامعة بقى فبيمنعوا أي حد يدخل للجامعة لحد ما يصلحوا العطل اللي في الكهرباء والخبر بينتشر في الصحافة والإعلام وأولياء الأمور بيقلبوا الدنيا على المسئولين لأنهم قلقانين على أولادهم اللي لسه ما خرجوش من الجامعة فبيتصل دين أبو بيليك على ميسون علشان يشوف لو بيليك لسه موجود في الجامعة ولا خرج منها وبيأمره كمان يسيطر على الوضع علشان الموضوع ما يكبرش زياد عن اللزوم في نفس الوقت ده بيليك بيكون موجود في فتحات التهوية والهوا بيكون قوي جدا لدرجة أنه بيهدفه بعيد فبيقع في حمام السباحة وساعتها لنا بتنط وراف الميغ علشان تنقذه بسرعة وبعد ما بتخرجه وبتقرب منه علشان تطمن عليه وبتتصدم لما بتشوفه أنه مش قادر يتنفس ولكنها بتحاول معاه وبتعمله التنفس الصناعي لحد ما بيقدر يتنفس وبيرجع للحياة مرة تانية وبعدهم اللي اتنين بيروحوا ناحية الدوليب اللي هناك علشان يغيروا هدمهم وبيلبسوا كمان لبس مش بتاعهم وبيفضلوا ماشيين في ممرات الجامعة لحد ما بيوصلوا للقوضة اللي فيها سيرفر نتيجة وفجأة المفتاح بيقع من لنا تحت ويلسوا حظهم أنه وقع قدام الحارس بالزبط ولكن الحارس ما بياخدش باله وبيكمل ماشي عادي وبيبدأوا كمان يخططه إزاي هيسحبوا المفتاح من تحت هنا فبيقرروا يروحوا لمعمل العلوم علشان يجيبوا منه حبل ومغناطيس يقدروا يسحبوا به المفتاح وأثناء ما هما في المعمل الحارس بيسمع صوتهم فبيدخل يشوف في ايه وساعتها لينا بتقدر تطلع تاني بسرعة لفتحة التهوية أما بيلك فبيستخبى في المعمل وبعد ما لينا بتخرج بتروح علشان تسحب المفتاح بالمغناطيس وفجأة واحد من الحراس بياخد باله من المفتاح وهو مسحوب في الحبل فبتتخضي جدا لما بتشوف الحارس مسكه ولكن في الحقيقة أن الحارس ده هو بيلك وأنه أخد لبس الحارس اللي دخل عليه المعمل بعد ما ضربوا وخلاه يفقد الوعي وبعد نص ساعة بيكتشف مايسون كل اللي بيحصل وبيقرر يفتش المدارسين كلهم علشان يعرف مين فيهم اللي ده بطاقة الدخول بتاعته لينا وساعتها بيرش بتقدر تسرق بطاقة الدخول بتاعت زميلها اللي واقف جنبها من غير ما يحس ولما الدور بييجي عليها محدش بيشك فيها لأن البطاقة معها أما المدارس اللي هي سرقت منه البطاقة فبيتضرب جامد لحد ما بيفقد الوعي وفي الوقت ده بيكون بيلك دخل مع لينا لغرفة السيرفر وبيفتحوا الكمبيوتر كمان ولكن بيكتشفوا أن مايسون عامل لي شفرة فبتبعت رسالة لكيلين صديقها علشان يساعدها في فك الشفرة دي وإذا لأنه بيقدر يخترق أي جهاز وبعد ما كيلين بيشوف الرسالة بيقدر يتواصل معها وبتقدر لينا تشوف كشف نتيجة بتاع الطلاب وبتتأكد كمان من شكلها لما بتعرف أنها جابة 98% وبالرغم من نتيجتها إلا أنهم أعلنوا أن هي من الفشلين أما بيلك بقى فجاب 15% واعتبروه ناجح وبتفضل تدور في نتائج السنة اللي فاتت والسنة دي لحد ما بتعرف أن إلي كانت جايبة 88% السنة اللي فاتت يعني من الآخر كده كانت نجحة ولكن المسؤولين اعتبروها فشلة وحكموا عليها بالأدام وبتفهم أن النظام بالكامل بيزور في النتيجة وأن دين هو اللي بينجح وبيسقط أي حد على مزاجه وبعدها بتبعت ملفات النتيجة كلها للكلم بسرعة وفجأة الكهرباء بترجع تاني ومايسون بيشوف كل اللي بيحصل ده عن طريق كاميرات المرقبة ولما لينا بتلاحظ أن في كاميرات مرقبة في الأوضة بيتحاول تهرب بسرعة ولكن مايسون بيقدر يمسكها وبيقبض عليها أما بيلك فبيكون متنكر في لبس الحارس وموجود مع الناس اللي محبوصة في الأوضة وبيقمر كمان الحارس اللي هناك ينقلوا الطلاب لمكان تاني ولكن الحارس بيرفض ياخد منه أوامر وهنا بتدور بينهم معركة شارسة جدا وبيقدروا كمان يكشفوا بيلك لما بيقلعوه القناة على لبسه وفي الوقت ده كيلين بيشوف ملفات النتائج اللي لينا بعتتهاله من شوية وبيتفاجأ لما بيشوف كمية التزوير اللي بتصل في النتيجة وبيقرر كمان يفضح المنظمة بالكامل فبيبعت التقارير للقنوات الإعلامية وبعدما النتائج بتتصرب دين بيكون مهدد أنه يتعزل من منصبه فبيخاف جدا وبيطلع يقول الناس أن مايسون هو المسؤول عن كل اللي حصل ده وعلشان يثبت لهم موقفه وبيحكم على الطلاب اللي فشلوا في الامتحان بالإعدام وطبعا بيلك ابنه بيكون من ضمنهم في نفس الوقت الحراس بياخدوا لينا لغرفة الإعدام مع بيلك والطلاب اللي فشلوا في الامتحان لأنها خلفت القوانين واقتحمت الجامعة وبعدها مايسون بيتصل على دين علشان ياخد منه الإذن وهنا بيضطر ينفذ القوانين وبيؤمر مايسون بتنفيذ حكم الإعدام وبيفرج كمان عن لينا وكل الطلاب اللي تظلموا في النتيجة فبتجري لينا بسرعة على بيلك وبتشكروا على كل اللي عملوا معاها وبعد كده بتسيبوا وبتمشي وبعدها بيلك واللي معاه بيتحقنوا بالمادة الكيميائية اللي هتخلص عليهم أما لينا فبتخرج من الجامعة وبتسلم على مور أختها اللي بتكون مستنيها برا في نفس اليوم بالليل بنشوف الطلاب اللي فشلوا في الامتحان وهم ركبين الأسانسير ونازلين به لتحت الأرض وبنفهم إن المادة الكيميائية اللي اتحقنوا بيها كانت هبارة عن مخدر مش بيئزيهم في أي حاجة وإن في مصنع تحت الأرض كل الطلاب اللي اتحكم عليهم بالأدام شغالين فيه وإن كل اللي بيحصل ده أمريكا عملاع علشان تزود من العمالة وتقلل من الكسافة السكانية أما بيلك بقى فبيفرح جدا خصوصا لما بيشوف إلي ضمن العمال اللي شغالين في المصنع وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة أتمنى تكونوا تبسطوا معنا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد